بعد أيام على ختام مفاوضات جينيف 8 تعقد اليوم في العاصمة الكزخستانية جولة أستان الثامنة في ظل انخفاض سقف التوقعات بحدوث منعطف هام في الملفات المطروحة خاصة فيما يتعلق بالملفين العسكري والإنساني يقود وفد المعارضة السورية في هذه الجولة رئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق أحمد طومة خلفا لرئيس أركان الجيش الحر أحمد بري الذي قاد الجولات السابقة يرجع معارضون سوريون اختيار طومة إلى أنه رجل السياسة ويجد التعامل مع الدولة بشكل أكبر وأيضا مع الملفات السياسية التي سيتم طرحها بالرغم من أن المعارضة أكدت على أن الشأن السياسي يخص مفاوضات جينيف حصرا اختيار طومة بديلا عن رئيس الأركان جاء أيضا بعد تنصيب نصر الحريري خلفا لرئيس الهيئة العليا التفاوضية السابق رياض حجاب في مفاوضات جينيف مؤخرا يبدو أن ثمت خارطة جديدة تعيد تموضع أسماء شخصيات سورية من جديد عملت في سنوات الثورة الماضية قد يتم اختيارها لدور تحدده الدول الراعية لاجتماعات أستانا في مسار العملية السياسية القادمة تقول مصادر مطلعة أن مؤتمر أستانا ثمانية ربما يكون الأخير في هذا المسار على أن تبدأ اجتماعات سوتي الروسية بما يسمى بمؤتمر الحوار السوري وربما يستمر مسار أستانا ليكون رافدا لسوتي حيث من المقرر أن يدور الحديث عنه وتفاصيل الجهات المشاركة فيه في النسخة الثامنة من أستانا سيتم مناقشة مجموعة من الملفات لن تكون السياسية على لائحتها في هذه الجولة سيتم مناقشة مسائل متعلقة بالإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وأخرى متعلقة بمناطق غفظ التوتر وخاصة في ريف دمشق تقول مصادر دبلوماسية أن الأطراف تنوي المصادقة على بيان مشترك بشأن تطهير المناطق التاريخية المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم وثقافة يونسكو من الألغام في سوريا